الراديو 9090 هواها مصري الموسيقى للنادي الاهلي واللي فيها تهديد والامر كله كمان اصبح انه منتهي وكابت محمود الخطيب حيسافر كرئيس للبعسة بتشوف ازاي اللقاء ده واهميته في ظل الظروف اللي انا بقى اتكلمت فيها دا ويحتاج النادي الاهلي انه حقق نتيجة اجابية وانا مش مع الناس اللي بقولك الاهلي يروح يتعادل الاهلي لازم لما يروح يكسب الاهلي هو اللي حط نفسه في المواقف ده وعليه هو اللي يحل المواقف ده بتكلم طبعا كفرقة كورة يعني انت اللي حطيت نفسك في المواقف ده ابراهيم فيه فيه امور كتير جدا بحس ان الاهلي ما كانش مركز فيها بمعنى لو ركزت ابراهيم في المجموعة هتلاقي نفسك ان انت ما حستش ان الاهلي ياخد باله من اللي انا هقوله لك ده او اكيد عارفينه يعني مش مهمة اللي بنزله يلعبه الاهلي لو خدت بالك بدأ المباريات بره ما لعبه قدام واحد من اقوى المنافسين في المجموعة وبيختم برضو بره ملعبه قدام المنافس التاني اللي هو برضو واحد من اقوى المنافسين في المجموعة الاهلي بدأ مبارياته عارف ترتيب المجموعة بيفكرني بايه ابراهيم بتصفية كاس العالم اللي احنا رحناها مع هكتور كوبر فاكر انا وقتها كنا في التلفزيون وكنت برهنك احنا هنروح كاس العالم عادت تقولي ازاي بس دي غانة قلتلك هنروح كاس العالم عادت تقولي اه ايوه ايوه اعمل كنت بتطلع معانا في لا وكنت بقولك هنروح كاس العالم وتقولي ده اخر مطش غانة يا رجل ده انا اتفضحت فضيحة معلن بالله ربنا مكتر روحني معرض عبدالله لا انا بقولك في التصفيات تقابل انا انا اول مرة قابلك هنا في الانتناسية ايوه صح انا مش عارفك قبل كده انت مين اصلا عشرين عشرين بداية معرفتنا انها ببعض فعاوز اقولك ان اه اه احنا لو فاكر احنا بدأنا قدام الكونغو برا ونهينا قدام غانا برا حتى لو تفتكر ان احنا قلنا ان احنا لازم نحسن موضوع التقاهل قبل ما نروح لغانا في المباراة الاخيرة وقد حصل كنت اتمنى ان الاهل يحسن مسألة التقاهل قبل ما يوصل للجولة الاخيرة اللي هي هيلعب فيها الهلال السوداني في المدرمان بس ده ما حصلش فعلشان كده بقولك الاهل هو اللي حط نفسه هو اللي حط نفسه في الموقف ده فعليه ان هو اللي يحل المشكلة اللي هو حط نفسه فيها ولازم يكسب احنا اتكلمنا في الموضوع ده ابراهيم اللي بلعب على التعادل دايما بيخسر صح الاهل هيصطدم بفرقة عندها دافع زيك زيها خاصة انها كمان بتلعب على ارضها عندها دافع ان هي تكسب ترد لك الانتصار اللي انت حققتوا عليها هنا في مصر انت كسبت هنا الهلال اتنين واحد فهي عاوزة تبقى تكسبك هي كمان خاصة انها بتلعب على ارضها وعندها امل كبير في التأهل مع النجم الساحلي طب خلينا اسألك في الفنيات شوية خش في عمق الفنيات قالي وبدجي اللي اشتركت في دقيقة قليلة جدا في اللقاء اللي فات هل تفتكر انه الرجل حيبتدي بيه اللقاء ده وهل هو هيعتمد على خطة هجومية بحتة علشان فعلا هو محتاجي حق نتيجة ايجابية بالمكسب ولا لأ لا ما عتقدش ما عتقدش انه هيبدأ بيه حتى لو كان الاهلي واخي القرار وده استبعده تماما مع ريني فييلر انه هو مثلا يدافع ويشتغل على الكاونتر اتاك انه هو عاوز سرعات حتى لو هينفز الفكر ده لا شايف انه هو برضو هيلعب السرعات اللي عنده اللي هي متعود عليها اللي متمثلة في اجاية هيلعب با اجاية ساعتها فرود وعادي جدا ممكن يودي حسين الشحات على الطرف هو احمد الشيخ يبقوا هما اللي بيشتغلوا على الاطراف ومحمد مجدي افشا في المركز رقم 10 ما عتقدش انه هيدي اليوباجي من البداية